السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا معايا واحد الفراشة اللي غادي نخدمها معاكم يعني من البداية حتى النهاية اول حاجة غادي نحتاجوا له هو هاد العقيق هذا ديال الكريستال لكي تباع في الخيط وغادي نحتاج كذلك هاد النوع ديال زيستراس خديته يعني بعشرة دريال لوحدة نصف ديرهم فهو يعني مزيانة وغادي تعاوننا ان نحن نزينه بها الفراشة اما هاد العقيق ديال الخيط او الكريستال فكي تباع بخمسة درهم الخيط يعني كل خيط واحد بخمسة درهم و النوعية دياله زوينة اما هاد الجرارة هادي ديال الخيط فغاتمشيو لعن صاحب الحرير يعني الشخص اللي كيبيع الحرير قولو ليه يعطيكم الخيط ديال نيلو اللي كيستعملو في المرمة الجوهر يعني المرمة ديال الجوهر كيخدموها بهذا الخيط هادا الخيط ديال نيلو انا خديت هنا غير جرارة صغيرة خديتها بثلاثة درهم كينا بطبيعة الحال بوبينة الكبيرة ولكن انا ما عديش خدمة بزاف اذا كنت لا بغيتش ناخد الكبيرة اتبقى غير ضيع فالمهم خديت غير هذه صغيرة بثلاثة درهم و كما شفتوا معايا هاد النوع ديال كريستال اما هنا كنت اخدي خيط يعني غير خيط هادا غير على واحد غير على واحد و ضاير وش كيعطيني هادا كجوجة الريوس وكتركبي فيه العقيقة ديالك ومن بعض غاد نحاول انا نتبت العقيقة ديالي بهاد الفنيتة اخدوا اي نوع ديال فنيت عندكم و تبتو بهاد العقيقة فالفوق ديال التوب بهالطريقة يعني سهلة غادي غير نتبتوها و غادي نحاول انا نكمل خدمة ديالي بشكل عادي جدا غادي نحاول نحل يعني هذا الخير كيكونوا عندي هنا جوج ديال الريوس يعني واحد على ليمن واحد على ليسر لان كما كتلكم الخير ضاير الركب هاد الجيهاق اللي علي من كنركب عقيقة واحدة يعني لاحظوا معي العدد ديال العقيق اللي غادي نخدم بيه اما هاد الجيهاق اللي علي سر فغادي نركب جوج ديال العقيقات نحايدوا يعني اللولة والتانية هي اللي كنشدها يعني اللولة كننهبطة و كنخليها يعني توصل يعني توصل عند خطها اما هاد الثانية فغادي نحاول انني نعاود نعكس يعني هاداك الخيط اللي كيكون عندي كنعاكسهم يعني شو لاحظوا معي مزيان هنا الخيوط كيجوا بشكل متعاكس يعني مخالفين مع بعضياتهم كفاش كتجري الخيط كيعطاك هاد الشكل هادا طبيع الحال انا عالش هنا استعملت هاد طريقة هادي لان انا غادي ندير واحد نصف طوق ما كبيرش بزاف يعني الحجم ديالو غير صغير هادشي عالش انا خدمت به هاد طريقة اما اللي غا تخدم الحجم كبير بزاف فامل افضل انا استعمل الطريقة ديال المرمت الجوهر كيخدموها يعني بذيك المشطة ديال القرن كتديرها في يعني في شي حاجه ليكون تكون مربعة شكل موم بحتوعي هاركينين بزاف ديال سيدات ديرين هاد طريقة هادي اما انا الان فعندي غير خدمة صغيرة يعني ما عنديش بزاف فاقلت بلا ما بقى يعني نصيفها وعذا انخدم فيها غير شوية اتشي علش انا استعملت غير هاد طريقة البسيطة جدا وهاد الخديمة هادي تقدروه مش يعني انا غادي نخدم بها كيما قد لكم فاراشا تقدروه استعملوها كذلك في انكم تخدموا جلابة او قفطان يعني الطريقة بسيطة جدا ويعني كتعويض مثلا كتكون عندك جلابة ديال الراندا العمارة فكتحاولي انك تبدلي شوية وماشي دائما تلبسي نفس الحاجه ويعني تحافظي على نفس النظام اللي انت يغادى به فما كين باس انك تستعملي جلابة كاملة بالعقيق ما فيهاش يعني الحرير ولا هادا غير العقيق وتقدر يدخلي فيه يعني شي نوع من ترزمه ويمشي مشكيل بالنسبة لي انا انتو ما غا تشوفوا معايا كل شي يعني التفاصيل كاملة غادي نشوفوها معايا وهاد خدمارها سهلة بزيف وبسيطة بزيف وفي متناول لجميع حتى السيدات اللي ما كيعرفوش يعني يخدموا الراندا فهم يقدروا يخدموا هاد الخدمة هادي بطبيعة الحالي كتعتمد على التنبيت اللي ان احنا غادي نبتو من بعد غنخدم بالموزون غنخدم بوحد نوع ديه الموزونة هتشوفوها معايا حتى هيا هي اللي غادي تعاوني بش ان انا نطلع شكل دي الفراشق يجي رائع الآن غادي نشوفوا معايا الطريقة كيفاش غادي نكبر الحجم ديال هاد الخدمة يعني احنا الآن خدمنا غير بربعة العقيقات وكنا غادي نعادي وكن هابطو ناخد خيط اخر حتى هو على واحد وغادي يعني نطويوه فغادي يعطينا هاد العقيقة هادي فرراش حتى هي غادي نحاول انني نتبتها بالفنيتة لاحظوا معايا مزيان كنحاول انني نتبت هاد العقيقة ديالي بشكل جيد والآن دي ما الخيط كيكونوا عندي فيه جوج ديال اتجاهات فغادي نرجع لاحظوا معايا مزيان هادي الطريقة باش غادي نكبروا هاد الخدمة فاهنا انا ما غاديش نضيف عقيقة وحدة اخرى غادي نرجع غير في هادي العقيقة اللولة اللي كانت عندي هي اللي غادي نرجع فيها الخيط فالان في البداية كنك نستخدمه ربعة ديال العقيقات اما الآن غادي نستخدمه غير ثلاثة علاش لأن هادي اللي دخلنا فيها الان الخيط هي اللي عودات لي العقيقة هادوك الربعة ديال العقيقات لاحظوا معايا مزيان كنركب اللولة ونركب العقيقة الثانية وحتى هي كم ضروري يعني غادي نخالفو هاد الخيط هادي الطريقة باش كتخدمي يعني هاد الخدمة كاملة كتخدم ديما يعني الخيط كتخالفيه باش تقدري انك تكمل الخدمة ديالك عادي جدا وغادي ناخد دابا كذلك مرة اخرى نفس الطريقة كنستعمل هاد الخيط وغادي نرجعه في العقيقة اللي عندي في الجنب يعني هو نوعا ما يعني مشي ساهل باش انكي لان غير خيط ماستعملناش البرق يعني غير الخيط عادي عادي وكتخدمي بيه فالان غادي ناخد جوج ديال العقيقات وغادي نركبوهم هنا اللولة والتانية المهم هاد النوع هاد ديال العقيق ديال كريستال هو رهم زيان يعني ما كيتقشر متاشي حاجة كتخدمي بيه عادي وخيبقى يعني مدة طويلة ما كيبقى عليه والو ماشي بحال العقيق لا الاخر ديال اللي كيتباع العبار هاد كولي انه يعني على الاغلب كيتقشر يعني هاد هي الحقيقة يعني على الاغلب مع المدة هاد يتقشر ولكن ما غاديش اتقشر ليك يعني في البلاسة مع ذلك كانت نوعية سيئة جدا ولكن من الافضل الواحد يعني غادي تخدمي شي حاجة اللي ديالك وبغايتها تبقى مدة يعني طويلة لان كل خيط بخمسة دراهم وكين بلايس اخرين اللي كيتباع فيهم بستة ديال الدراهم والخيط را ما فيش بزاف يلا كتبديك تخدمي بالزربة كتلقي الخيط يعني تقادم قفي والو المهم غا تكمل الخدمة ديالك عادي جدا لاحظوا معايا مزيلا انا بغايت هاد الحجم هادا هو اللي مناسب ليه واللي بغايت تزيد تكبر خدمة كتر فتزيد تكبرها حتى توصل الحجم المناسب ليها هي لاحظوا معايا الان شنو غادي ندير من بعد ما خدمت الدباء انا بحلا غادي ندقوله بلي ساليت نصف طوق ديالي والان انا الدباء بديت في ذيك الدورة ديال العنق كيما قلت لكم عندي فراشة هاد شي كي يعني بلي هي مسدودة يعني عندكم غير الدورة ديال العنق وعندكم نصف طوق فانا كملت نصف طوق الان كنخدم في الدورة ديال العنق لاحظوا معايا كينين عندنا يعني هنا ربع ديال الخيوط ولكن ما غاديش نخدم عليهم بربعة في نفس الوقت هنخدم غير على هاد الجوج حتى نكمل عادة غادي نخدم على الجوج الاخرين هتفهموا معايا يعني فاش غادي نتشوفوا الشكل ديال النهائي غا تفهموا لاش درنا بحلاكة وحتى السيدات اللي غادي نخدموها في جلابة ارا نفس الطريقة اللي تردابة غادي نديرو حتى في الجلابة يعني ارا نفس تقنية ديال العمل دروري غادي تقسمي الخدمة ديال كمال الوسط على جوج وغادي تعمري تعمري يعني هاد الجانب الايمن وتعمري جانب الايسر فهنا غادي نجمع الخدمة ديالنا والان غادي نخد عقيقة نوضعها على هاد الجانب كنحاول انا نبيل لكم الخيوط باش تعارفوا يعني طريقة العمل فهنا ركبنا اللولة والثانية هي اللي كنخالفوا فيها الآن غادي نركب يعني هادي ونجروا الخيط ديما كتبقي غادي بهالطريقة هادي كتجرى الخيط فهاد الخدمة هادي ساهلة كما قد لكم وتقدرو كذلك يعني متستعملوه شغر يعني لو بغان نزيد ونطور شوية الخدمة اولا بالاصح هي هاد خدمة رها قديمة بزاف يعني انا انا عاقل على هاد الخدمة انها كانت منذ زمان هاد طريقة هادي ديال التركاب ديال العقيقرها ماشي جديدة يعني هاد طريقة قديمة بزاف كانوا كتستعملوها السيدات فكانوا كيركبوا بها وكانوا كيديروه في العنق ديالهم يعني كتزيين كيزينو بي العنق ديالهم وكيخدموا بهالطريقة هادي وحتى دابرة مازال كيديروها واغلبية كيديروها على شكل ديال الاساور يعني كتزيين ديال الاسوارة ديالك وكتزيينها في ليدك احتى هي مزيانة يعني طريقة سهلة غير هو النوع ديال الخيط كيكون واحد الخيط اللي يعني كيجبد كتخدمي بيه عادي وكيجبد وفي نفس الوقت ضغيه كيتقطع ولي كيخدم بخيط ما كيتقطعش كيديروليها يعني هاديك اللي كتكون في الراس ديال السناسل وكتلسقيها وكتخدمي عادي جدا نتكشيع لاش يعني هذه الخدمة هادي رامش جديدة ما انا كتبش ليكم ونقول لكم لا الخدمة يعني اول مرة كتبان الخدمة ها قديمة بزاف يعني قبل قاعمة تبان يعني ما تكون في اليوتيوب ولشي حاجة فارا اخذ مقضيه مبزاف وكنو كيستعملوها في ايامات يعني اللي كان في عندي الجوهر الطبيعي اللي كيخدموه السيدات موهم اه سال بالنسبة اللي فيتليم عارفين وفهم وليغا يعارفوه هداو الشكل ديالها هادي اي الدورة ديال العنق لاحظو معي يمزيان هذه الدورة ديال العنق مو غيما ندبه غير كنوري فيكم يعني من بعض غتشوفوا معاي في الجزء الثاني طريقة تركيب ديل هاد الخدمة هاد فوق التوب او لفوق الفراشة اللي غادي نخدمها غتشوفوا معاي وحد طريقة ديل التركيب اللي سهلة بزيف وبسيطة بزيف وفنفس الوقت باش نزيدوا يعني هاد العقيق هاد انتبتوا بطريقة جيدة جدا كنتمنى ان هاد فيديونا الاعجاب ديالكم ومتنسوش تدعمونا بمشاركة الفيديو والضغط على الزر الاعجاب وشكرا على المشاهدة